الوحدة رقم 5 الصوت والضوء للصوت والضوء أهمية كبيرة في حياتنا إذن نتحدث اليوم طلابنا طلاب الصف الثاني عن الصوت والضوء أهلا بكم في الوحدة رقم 5 من مادة العلوم للصف الثاني الفصل الثاني رح نحكي اليوم عن الصوت ونعرف كيف بصير الصوت وبعد ما نحكي عن الصوت وكيف ينشع عند الإنسان ونعرف خصائصه رح نعرف شغلات تانية عن الضوء يلا خلينا نبلش أول إشي بوحدتنا ونحكي عن الصوت كيف ينشع الصوت شو شايفين إحنا هنا بصورة يا تاني شايفين مدينة الملاهي مدينة الألعاب شايفين ما أحلاها مليانة ألوان وأضواو وشو كمان وأصوات جميلة وبدكون صاخبة صح طيب خلينا نحكي كيف بتنشع هذه الأصوات طيب إذن الصوت كيف ينشع الصوت شايفين هذا صورة الولد عم بطبل على الدرامز مبسوط على الأصوات الحلوة الجميلة اللي بتطلع من هذه الآلة الموسيقية طيب الصوت ينشع نتيجة حركة الجسم ذهابا وإيابا حركة الجسم ذهابا وإيابا شو يعني؟ أختصرها بكل موحدة اسمها؟ احتزاز ممتاز طيب عند نقر وتر مشدود في آلة العود مثلا فإنه يهتز ويتحرك إلى أعلى وإلى أسفل فيصدروا صوتا صح؟ إذن عندي مثلا أصوات عديدة خلينا نشوف مثال على الأصوات هاي الأنينة شايفين هاي أخرى؟ هلا امسكوا واضغطوا شو طلع عندكم؟ أصوات إذن بسبب الاحتزاز هذا اللي عم بصير طلع الصوت نفس الاشي بصير الصوت لأي مادة إذن الصوت هو عبارة عن عملية احتزاز يعني مثلا زي آلة القيتار أو آلة العود هي عبارة عن شو عن مجموعة أوتار خيوط بتكون بلزق بعض صح؟ أو بجانب بعض شو بنعمل فيها يا تاني؟ بنصير نحركها إلى أعلى إلى أسفل مندندن عليها فبالتالي بيطلع أصوات إذن يصدر الصوت كمان مثلا بالنسبة للنفخ آلة النفخ آلة الناي مثلا زي المزمار فإنه ينشأ نتيجة احتزاز الهواء طيب كيف ينشأ الصوت في آلة الطبول الموسيقية؟ برضو بسبب احتزاز إيش؟ الهواء من نكتب يا تاني يال إذن إحنا عرفنا إن الصوت هو عبارة عن عملية احتزاز صح؟ يعني حركة الجسم ذهابا وإيابا طيب هلأ حطوا إيدكم بالنص عند الرعبة وإحكوا آه جرب يا شهم وإحكي آه شو رح تحس هون عندكم عند تفاحة آدم؟ هايلي هون شو منحس؟ منحس أصوات أو أشياء عم بتهز جواتنا صح؟ هاي من سميها إيش الحنجرة هلأ الحنجرة اللي هي لورينيكس في داخلها في تركيبين يسمى كل منهما الحبل الصوت وتفرجوا على هذا الولد هايو حط إيدو هون على تفاحة آدم على الحنجرة وصار يحكي صار يغني صار يطلع هاي أصوات شو بتحسوا أنتو هلا لما تعملوا هاي الحركة؟ شو منحس؟ أنه الصوت عم بهز أحسنت إذن الصوت هو عبارة عن اهتزاز حبلين صوتيين إذن كيف ينشأ الصوت عند الإنسان؟ نحكي هون جواب اهتزاز الحبلين الصوتيين تمام؟ طيب ننتقل الآن يعني فيه كوية تاني تجيبوا آلة موسيقية أي آلة موسيقية أنتو حابينها؟ يعني زي هيك هاي الأوتار الموجودة مثلا زي آلة العود أو آلة القيتار تمام؟ ونجرب نحركها بأيدينا أو نحركها مثلا بقطعة الخاصة تبعة العود تمام؟ رح نحس كيف أنه عم بتهز فيه الأصوات أو الهواء عم بيهز تماما بين هذه الحبل هيك الآلية اللي بتصير فيها الصوت طيب إذن نحكي زي هون هاي حاسة السمع هي اللي بنسمع فيها الأصوات صح؟ الصوت بيمر من برة بيجي بيفوت على الإيد الذين من هون بيفوت لجوه عند شو هاي اللي جوه اسمها؟ اسمها طبلة الأذن وهذا اللي من بره اسمه الغيشاء تبعها فعشان هيك لازم دائما نحن نحاول نحافظ على إذننا دائما ما نسمع الصوات تكون صاخبة جدا هذا الشي بأذي طبلة الأذن أحيانا بيأدي لفق بها هذا الإشي بيعمل مشاكل ومضاعفات كبيرة جدا فدائما يا تاني لما بدنا نسمع ما نعلي الصوت أبدا سواء حطين سماعات أو بنا نسمع أغاني عالي كتير نحاول نبعد كتير أو نوطي الصوت إذا ما قدرنا نوطيه نبعد عن هذا الصوت العالي طيب هلا الأصوات اللي حاولينا اللي عم نسمعها المختلفة حكينا سببها الرئيسي ما هو الاحتزاز وصوتنا نحن صوت الإنسان كيف بيطلع لما يهتزوا هدول الحبلين اللي جوا الحنجرة تمام؟ بيجوا بيهزوا هون جوا جوا حنجرتنا فمنحس فسعيتها بيطلع الصوت إذا نحن نسمع عدة أصوات متنوعة بسبب إنه هذا الغشاء اللي هون هو اللي بيهز تمام؟ إذا الغشاء اللي جوا الأبيض هذا هو اللي بيهز فعشان هيك بسمع الصوت سؤال هل كل الأصوات متشابهة؟ لا لا في عندك أصوات مختلفة يعني صوت القطة غير عن صوت الكلب غير عن صوت القطارات غير عن صوت الطيارات حتى نحن الإنسان كل واحد صوت وشكل بيختلف عن الثاني حتى فبالتالي الأصوات هاي تختلف باختلاف مصادرها يعني فبالتالي الأصوات تدليني على الأشياء يعني نسمع صوت بسة نعرف إنها صوت قطة إنها قطة اللي عم بتمر مش كلب مش أي إشي ثاني نستطيع برضو أن نميز ما بين الأصوات المرتفعة العالية كتير لسببها اهتزاز كبير عن الأصوات المنخفضة الهادية اللي بيكون عبارة عن اهتزازات صغيرة طيب إذا رحتوا رحلية تاني للنهر تسمعوا صوت البحر أو صوت النهر بيكون هادي وواطي بيكون اهتزازه كبير ولا بيكون اهتزازه صغير بيكون اهتزازه كبير ولا صغير 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 عشان هيك بيكون الصوت خفيف لطيف حلو أما لما نروح مدينة الملاهي ونسمع الأصوات العالية الصاخبة معناه انه اهتزازه ماله بيكون الاهتزاز كبيرا جدا كتير عالي بيكون الاهتزاز طيب هذا نوع مثلا يعني هاي هيك الأصوات مرة حكينا انه ممكن تكون عالية ممكن تكون واطية هذا نوع طيب او هاي خاصية خاصية تانية انه ممكن تكون الأصوات يا رفيعة يا بتكون غليظة زي صوت شوت رفيع صوت القطة بيكون غليظ ولا بيكون رفيع يا شهم شو رأيك القطة رفيع رفيع لا رفيع القطة رفيع طيب الكلب الكلب يكون عريض او غليظ غليظ تمام اذا بالتالي نحن مصادر او مش مصادر نحكي خصائص الصوت يا قد تكون عالية او منخفضة او بتكون طيب اذا او بتكون رفيعة وغليظة طيب هنا زي ما تشايفين اي حدا في بيئته في حيه بيسمع اصوات مختلفة يعني هون البنت عم بالدندن صوت القطة زي ما قلنا رفيع هون النساء عم بيسلموا على بعض بيكون صوتهم رفيع هذا الولد عم بعيت لما يكون عيت وسيح كيف بيكون الصوت احتزاز كبير ولا صغير كبير لانه صوته عالي بيكون الطفل لما يصير عيت صح هون البنت عم تسمع كل هاي الاصوات المختلفة تمام صوت مثلا الحمام الهدي للحمام حلو ورفيع وحلو كتير هون الانسان عم بينادي هون بيصيح عشان يجو الناس من عنده يشتروا هذا مثلا اصوات برضو عالية صح طيب ننتقل لهذه الصورة الحلوة بقول لنا هادي الست هون عم بتحط واقي للاذن لماذا يا ترى خلينا نتفرج اكتر عالصورة شو عم تعمل هون عم تشتغل صح هي عم تشتغل شغلة معينة وشكله هاي الشغلة بيكون صوتها عالي ولا واطي عالي ليه عالي عشان هيك هي حطة الواقيات اذا معناها تضع المرأة واقيات على اذنيها لحماية اذنها من الاصوات الايش مون خفضة ولا العالية العالية عالية اكيد معناها شغلها هون بتطلب عمل يعني بيكون اصوات عالية كتير اذا معروف قلنا الاصوات هاي العالية بيكون مزعجة جدا وغير انها مزعجة بالضر بصحتنا فعشان هيك يا تاني لازم نحنا ندير بالنا عليهم ونحط واقي للاذن مثال على ذلك اصوات الات حفر الشارع طيب خلينا نبلش في اسئلة الدرس مع بعض نحلهم بقولنا كيف ينشأ الصوت كيف ينشأ الصوت يا شهم بسبب الاحتزاز بنكتب هون يا ثاني بسبب الاحتزاز طيب نسل بخط بين المفهوم الصورة التي تدل عليه في عندي هون ثلاث صور الصوت الاحتزاز والحنجرة طيب هاي شو هاي اكيد الحنجرة هاي حتى صورة عيدها على رعبتها معناها هذه الحنجرة طيب وين الصوت هذا الولد عم بسمع صوت حلو تمام هون اكيد في عندي صورة العود اللي عم بيحركوا هذا الشخص وبالتالي بدندن عليه هذا بينتج الصوت بسبب احتزاز هاي الاوتار اللي جوه طيب سؤال عم نسألك في اي الحالتين يصدر الباب صوت مرتفع لما انا اجي اغلقه برفق ولا لما اغلقه وكونه معصب اغلقه بقوة ايوة اذا بقوة لماذا ليش بصير في عندي صوت مرتفع بسبب حدوث اهتزازات الكبيرة الاهتزازات بتكون شمالها كبيرة اذا بنكتب اهتزازات كبيرة طيب لماذا يحتز غشاء طبلة اذني عندما تمر شاحنة بقربي مرتها عندك جنبك شاحنة اذا لانه اهتزازها كبير فعشان هيك بأثر على طبلة الاذن يلي بتنزعج من الاصوات العالية بسبب قوة وكبر الاهتزازات المؤذية لاذننا لانها تنتج عن اهتزازات عالي كتير ممكن الاذن ما تتحملها فبالتالي ممكن تنثقب طيب ننتقل لسؤال الخامس والاخير بيقولنا نرقم صور الاشياء بحسب الصوت الصادر عنها من الاعلى الى الاشد انخفاضا طيب يعني بدنا نرتب اول اشي من الاعلى اكتر اشي اه صوت بنحط له واحد بعدين الى الاشد انخفاضا اعلى صوت شو هو الدبابة ولا الدراجة الدبابة بعدين الدراجة بعدين المكنسة بعدين البسكيلات طيب زي ما قلنا لكم في ناس كمان بيعانوا من ضعف حاسة السماع يلي بتأثر في النطق خاصة عند الاطفال يلي بتعلموا الكلام عشان هيك بيستخدموا سماعة الاذن الطبية اذا السماعة مرات منشوف اطفال بيكونوا لابسين سماعات للاذن عشان تكبرينهم الاحتزازات هاي عشان يقدروا يسمعوا مظبوط هلا بنعرف يا تاني اذا ما كنا بنسمع مظبوط هذا الاشي رح يؤثر على الكلام هذا الحكي لما نكون في اول سنين حياتنا فعشان هيك لازم نلاحظ على الطفل الصغير اذا ما كان بسمع ما رح يقدر يحكي رح يتأخر بالنطق صح؟ كيف يعني بدو يحكي كيف رح يقدر يحكي بدون ما يقدر يسمع صح؟ صعب كتير طيب يا حلوين هيك انهينا درسنا الاول من هذه الوحدة نراكم ان شاء الله بدرس اتنين بنحكي فيه عن الضوء ومصادر الضوء الى اللقاء